وعبنا نبال نبال سينا نبال ناجي السيئ يوسف أجلية تقديئة العربية شكرا جزيلاً لكل صعفية وصن من الولايات الأخرى يلا نور اليقين تحصلت على معدل 9.15 اليوم نلتقي في قسنطينا لتكريم النجباء والمتفوقين على المستوى الوطني واللي عددهم حوالي 50 متفوق لأنه فيهم 45 من التلاميذ وفيهم حالتين من ذوي الهيمم وفيه ثلاثة أرامل كذلك تحصلوا على شهادة الباكالونيا فالعدد كله 50 طبعاً ستكون جوائز قيمة نكرمهم ونكرم من خلالهم العلم نكرم من خلال الاجتهاد المثابرة التميز وطبعاً هذا استثمار لأنه عندما نكرم هؤلاء ونحطهم على الاجتهاد فنحن نعمل على مستقبل مشرق للجزائر لأن هؤلاء هم مستقبل الجزائر دعاً جفال هايام ويصال صاحبت المرسبة الأولى ولائياً في ولاية ديبل عباس بمعدة 19.11 والمرسبة الأولى على مستوى الجمعية كافي اليتيم الحمد لله اليوم حضرنا بهذا التكريم على مستوى الجمعية هنا بولاية قسنطينة وولاية العلم والعلماء وهو فخر لي وشرف لي كما أتمنى أن أكون عضوة فعالة في هذه الجمعية في المستقبل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم تلميذة تيماء البتو الحمادي من ولاية المسيلة ومتخصة لشهد تعليم متوسط بمعدة 19.14 حالياً أنا متواجدة في الحفل الوطني من طرف جمعية كافي اليتيم الوطنية طبعاً هذا الحفل كان في المستوى كان جداً راقي يعني وولاية قسنطينة وولاية مغيافة هي وأهلها نشكر جميع قائمين لهذا الحفل بارك الله فيهم وجعل الله في ميزان حسناتهم كمان ينسب هذا النجاح للبالد التاعي ربي يرحمه لأنه هذا النجاح كنتيجة بذرة هو زراحها هو اللي حصد النجاح تاعها هو اللي زراح فيها حب العالم حب التفوق كمان نشكر البالد التاعي ربي يحفظها هي اللي كانت تسند للبالد التاعي ربي يرحمه اسمي ولقبيد راوي عبد الرحمن اليوم نفرحان بزيب سبت اليوم رح نتكرم ويوم يوم مميز ويجبت معدلي 9.56 ويجبت من ولاية قسنطينة فرحان بزيب وحب يشكر والدية أخواتي خاطرهم اللي يعاونوني بس نوصل للهنة ويمتрь رحى بزيب و pesة دون رحões